بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية نتقدم لرئاسة أشؤون الدينية بالحرم المكي والحرم النبوي على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة نسأل الله أن يجزئهم عنا خير الجزاء على رأسهم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الستيس ولجميع العاملين في هذه الرئاسة المباركة ولشك أن المسلم يغتنم مثل هذه الأوقات المباركة فقد اجتمع لكم شرف المكان وشرف الزمان وشرف هذه الأيام المباركة فشرف المكان فأنتم في الحرم المكي وفي البيت الحرام والصلاة تضاعف فيه إلى مئة ألف صلاة فهذا فضل عظيم ونعمة عظيمة أن يسر الله لك وأن بلغك هذا المكان الأمر الثاني في أشهر الحرم فهذه أيضا نعمة أخرى الأمر الثالث النعمة التي فضل الله بها هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا فضل أيضا ثالث الفضل الرابع أن أحياك الله أن بلغك هذه الأيام والأمر الخامس أنك قد هيأك الله لبلوغ هذا الحج والحج فريضة عظيمة وهو موضوع لقاء هذا وهو ما يتعلق بأمر الحج ولذلك المسلم إذا هيأ الله له هذه النعم عليه أولا أن يشكر الله على هذه النعم ومن أعظمها أيضا أننا نحج ونحن في أمن وأمان وطمأنينه وهذا أيضا فضل كان الناس في زمن ماض كانوا يقولون الحاج مفقود والراجع مولود يقصدون بأن كل من يذهب إلى الحج في أزمنة ماضية لا يرجع إلى أهله وإذا رجع كأنه مولود وهو يحتمل المعنى بأنه نجاه الله ورجع سالما إلى أهله وكذلك المعنى الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه فهذا لا شك أنها أفضال عظيمة ونحن والله الحمد في هذا البلد المبارك وقد شرف الله هذه البلاد بخدمة الحرامين الشريفين ولذلك خادم الحرامين الشريفين جعل هذه الخدمة اسماً له ولقباً له وهو خادم الحرامين الشريفين ولذلك نجد أن أولاة الأمر وفقهم الله يحرصون كل الحرص من أجل راحة الحجاج والمعتمرين فعلى رأسهم خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله يتابعان ويوجهان جميع الجهاد المعنية بأن يبدلوا قصار الجهد لخدمة الحجاج والمعتمرين لكي يؤدوا نسكهم بأمن وطمأنينة ويسر وأن يرجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد حصلوا وتحصلوا على الأجر العظيم وهو المقصد أن يرجع المسلم وقد حقق ما أراد وهو الحج المبرور أليس كذلك كل مسلم الآن عندما يحج يحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا ولذلك يجب علينا جميعا أن نتعاون مع جميع الجهات المعنية والرسمية وكل تعليمات يعرف وعلم بأنها في صالح الجميع ولذلك لا حج إلا بتصريح التعليمات التي نراها ونسمع بها أو نوجه بها يجب أن نلتزم بها وهذا من طاعة ولي الأمر والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالطاعة مجرد أنك تضيع تؤجر عليها يعني يكتب لك أجر وهي من الأمان الصالحة وهو ما يتقرب به الأبد إلى الله لا تظن أنك إذا التزمت فقط تقول هذه التعليمات وينتهي الأمر لا احتسب هذا الأجر احتسب مثلاً المشقة قال لك لا تدخل مع هذا الباب وادخل مع باب الآخر فيه مشقة عليك احتسب هذا الأجر أطعت لك أجر فهذا أمر يخفى على الكثير من الناس يظن أن هذه تعليمات وأنه لا يؤجر عليها أنت أتيت إلى هذا البلد وأنت تريد وتقصد هذا الحج والحج لا بد فيه من مشقة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة رضي الله عنها لما جاءت وذكرت أيضاً لما رضي الله عنها جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة العظيمة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي حجة الوداع وقد خرجوا من المدينة قاصد البيت الحرام من أجل الحج يعني موكب مهيب بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام خرج الصحابة يريدون الحج وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام نساء وكانت عائشة رضي الله عنها من ضمن النساء التي أتينا في الحج ولكنها عندما وصلت إلى مكة نزل عليها العذر وهو الحيذ فحاضت رضي الله عنها وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر صحابته من كان مفرداً بالحج ومن كان متمتعاً أمرهم بأن يقلبوا حجهم وأيضاً الذي كان قارناً بالحج أن يقلب ذلك إلى عمرة وكانت عائشة أيضاً رضي الله عنها أيضاً تتطلع إلى ذلك وهي أن تؤدي العمرة ولكن لما وصلت إلى مكة نزل عليها العذر فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت ولكنها بعد أن طافت طواف الإفاظة رضي الله عنها بعد أن طهرت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تتحسر تقول أيرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج فقط فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهيت من حجك فاذهبي إلى التنعيم وتأتين بعمرة ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه مشقة الشاهد من هذا أن العبادة فيها مشقة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنها قال فإن أجرك على قدر المشقة أو جاء في رواية أيضاً هذا في الصحيحين قال أو على قدر نفقتك يعني الأجر على قدر المشقة والتعب وكذلك على النفقة بعض الناس فيما يتعلق بالمشقة يتكلف المشقة وهذا ليس مقصد الحج يقصد أنه يتكلف يعني يتيسر له الركوب فيمشي من أجر أن يقصد المشقة نقول لا المشقة التي تبحث أولاً على ما هو أيسر لك لكي تؤدي هذه العبادة بأسر وطمأنينة فإذا حصل من ذلك مشقة فإنك تؤجر عليها فأجرك على قدر المشقة وكذلك البعض يبحث من يدفع له أجرة الحج مع استطاعته فهذا أيضاً مفرّط وذلك المسلم إذا كان عنده خاصة حج الفرض عليه أن يحج بماله فإنه يؤجر على قدر ما ينفق في الحج ولذلك بعض الناس للأسف عندهم بيزان خاطئ فيما يتعلق بهذه العبادات فإذا كان عنده سفر أو نزهة أو غير ذلك أو يذهب إلى إحدى الملدان من أجل النزهة فإنه يصرف المال بغير حساب بل يريد أن يمتع نفسه وإذا جاء إلى الحج أو العمرة قد تر على نفسه وبدأ يفاصل في أبسط الأشياء حتى في أجرة الحلاق تجد أنه يفاصل فيها وهذا لا شك أيضاً بعض الناس عندما يعني يريد أن يشترك في حملة من الحملات تجد أيضاً أنه يشدد في هذا الأمر ويقول طبعاً الأجرة هي مقدرة ومحسومة على قدر النفقات وغيرها وإلى آخره ووزارة الحج أيضاً تتابع مثل هذا الأمر من أجل أن تكون النفق مناسبة للحج وأيضاً وضعت فئات كل شخص يختار ما هو بمقدوره وما هو باستطاعته ولذلك إذا خشيت أنك تدفع مثلاً أجرة في حملة قيمتها قليلة ولكن هذه الحملة لا تستطيع أن توفر لك الراحة التي من خلالها تؤدي هذا الحج فأنت في حكم من لم يستطع فلا حرج عليك لو أجلت الحج وجمعت مالاً فيكون هذا في السنة التي بعدها وهكذا فالأمر متيسر للعب فالمقصود أنك إذا كان عندك المال فاختر الحملة التي تناسبك ولا تستخسر المال في مثل هذه الحملات فهي حجة في العمر وحجة الفرض والمال إذا أنفقته ذلك المال الذي ذهب منك تؤجر عليك لماذا؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أيش أيضاً أجرك لما قال لآيشة على قدر نفقتك على قدر النفقة فكل مال تدفعه كأنه يحسب ليش يحسب لك صدقة وأجر فإذاً هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولذلك المسلم لا يستخسر المال الذي يدفعه وهو في هذه المناسك وفي الحج فهذا فيه الأجر العظيم نحن سنتكلم عن المقصود العظيم من أجل الحج وهذا المقصد أيضاً مما يغفل عنه الكثير من الناس فمن مقاصد الحج هي العبودية لله سبحانه وتعالى أن يتعبد العبد بهذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام لله سبحانه وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام وهي أيضاً الفريضة فريضة الحج هي عبادة فلذلك من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها عندما ينوي أداء الحج أن يكون هذا العمل خالصاً لله سبحانه وتعالى أن يكون الحج خالصاً لله سبحانه وتعالى هذا الحج أيها الإخوة عندما تريد أن تحج فتذكر أن الأنبياء عليهم السلام قد حجوا وأيضاً جاءوا إلى هذه الأماكن وهذه المشاعر التي سوف تتنقل فيها فجاءوا إلى الكعبة وانتقلوا إلى ميناء وجاءوا ووقفوا بعرفة فجاء في الحديث أن سبعين نبياً قد حج البيت وجاء أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في مسجد أيضاً في مزدلفة قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن سبعين نبياً حج البيت وصلّى بهذا المكان ولذلك إذا علمت بأن الأنبياء قد حجوا هذا المكان ولم يحج إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا أيضاً ما أمر به إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بأن يؤذن بالحج يؤذن بالناس إيش؟ بالحج يأتوك رجالا فقال إبراهيم كيف يعني يؤذن ويأتون الناس فقال عليك البلاغ مجرد أن تؤذن والله سبحانه وتعالى يسمع الخلائق في جميع أنحاء الأرض هذا النداء فأسمعهم الله فجاءوا ملبين لله تعالى في هذه أو لهذه الشعيرة العظيمة وهي الحج إذا علمت ذلك فأعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حج هذا البيت وقال خذوا عني مناسككم فأمرنا بأن نأخذ المناسك وطريقة الحج عنه عليه الصلاة والسلام ولذلك أنظر إلى هذه الشعيرة العظيمة عندما أولاً تنوي الحج فهذه النية مجرد النية تؤجر عليها يكتب لك أجر نية الحج فلو أنك قد نويت الحج ثم منعك مانع عن الحج فإنه يكتب لك هذا الأجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من حبسهم العذر أنهم يقول للصحابة ما مشيتم وادياً أو شعباً أو مكان إلا قد كتب لهم من الأجر مثل ما كتب لكم وهم ذهبوا إلى الجهاز لكن منعهم العذر فمن أراد أن يؤدي عبادة من العبادات ومنعه مانع وعذر فإنه يكتب له أجر هذه النية فأولاً حقق هذا الأمر وهي النية التي تقصد بها أيضاً أن تحج لهذا البيت هذا أول أمر ثم انظر إلى هذه الشعيرة العظيمة وما يترتب وما أيضاً يحصل فيها من أعمال وأفعال ومن ذلك التجرد أن تتجرد من جميع المخيط وتتجرد لله سبحانه وتعالى وكأنك تلبس أكفان الموت وهو مثل الكفن رداء تلبسه وأنت تلبي لله سبحانه وتعالى فاستشعر عظم هذا الأمر وأنت تلبس إحرامك أول تجد أنك عندما تلبي وتقول لبيك اللهم طبعاً قبل أن تلبي بهذا ولكن تلبية المقصود بها أنك لبيت هذا النداء فجئت ثم تجد أنك قبل دخولك في النسك تتطهر وتتطيب كما تطيب النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك تعظيماً لهذه الشعيرة العظيمة أنت سوف تدخل في شعيرة عظيمة ما أن فيها من المشقة والتعب وربما يحصل فيها من الشعاث وأيضاً الغبر وغيرها من المشاقة التي يجدها الحاج أثناء أداء مناسك الحج ومع ذلك تبدأ هذه الشعيرة العظيمة بماذا؟ بأن تتطهر وتلبس أحسن أو تلبس أيضاً الرداء وهو الإحرام وما يتعلق بالإحرام وأن يكون نظيفاً وتتطيب ثم بعد ذلك تدخل في النسك ثم تلبي فإن كنت متمتعاً تقول لبيك اللهم عمرة تلبي بالعمرة إذا كنت متمتعاً تقول لبيك اللهم عمرة وإذا كنت قارناً أو مفرداً فإنك تقول لبيك اللهم حجاً لبيك اللهم حجاً وإذا كنت قارناً تقول لبيك اللهم حجاً وعمرة وهذه الألفاظ والتلفظ هي من السنة ولكن الأصل في ذلك النية في القلب فإذا نوى في قلبه ولم يتلفظ بها لا حرج عليه فإنها سنة أي التلفظ بعض الناس يظن أنه وقد نوى الدخول في العمرة أو في الحج ولكنه نسي أن يتلفظ بذلك فيظن أنه قد أخطأ وأنه لم يلبي من الميقات فنقول لا لو أنك نويت من الميقات بدخولك هذا النسك فهذا يكفي لأن النية تنعقد بالقلب فإذا دخلت في هذه العبادة يجب عليك أن تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشعيرة خالصة لله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الشعيرة يدخلها الرياء لماذا؟ لماذا الحج يحصل فيه الرياء؟ لماذا؟ لأنه عبادة ظاهرة والعبادات الظاهرة يكثر فيها الرياء يذهب الشخص وهو ظاهر وهو لابس إحرامه وقد عرف الناس بأنه قد تلبس بعمرة أو بحج فيدخل الرياء على هذا الشخص ولذلك يجب أن يحقق الإخلاص الأمر الثاني أن لا يحج من أجر الناس أن يقال له حاج أو أنه يكرر الحج دائماً كل سنة فيقول أنني أحج كل سنة ويراء الناس فيقول والله لي ثلاثين سنة والله أنا أحج هذا نوع من الرياء أو أنه أيضاً يخبر أناساً لا حاجة لأن يخبرهم بأنه سيحج بعض الناس إذا راد الحج يقوم بإرسال رسائل ويبلغ الناس بأنه سيحج هذا أيضاً داخل في الرياء أنت تحتاج أن تبلغ من كان له الحقوق عليك له حق عليك مثل دين تريد أن تستسمحهم بأنك ستحج وأنك ستؤجل مثلاً هذا الدين من أجل أداء الحج فهذا لا حرج فيه أن تبلغه لأن إبلاغ مثل هذا الشخص أمر مطلوب خاصة في من أراد أن يحج وعليه ديون وعليه التزامات وعليه حقوق هذا أمر الأمر الثاني أنه إذا تلبس بالعمرة أن لا يخبر الناس بالرسائل التي يرسلها الناس لأقربائهم ولأصدقائهم أو أن يكون قد اشترك في مجموعات كثيرة يشترك فيها البعض فيرسل لهم الآن قد تلبست ولبيت بالعمرة أو بالحج وأني قمت بالدعاء لكم وكذا وكذا هذا أيضاً نوع من الرياء كذلك إذا بدأ في نسكه وفي عمرته تجده إذا جاء عند الطواف يقوم بتصوير نفسه أو يقوم أيضاً بالتواصل مع أهله وأقربائه ولذلك هذا مشاهد الآن في الطواف وهذا نوع من الرياء يقوم بالطواف ومتلبس بهذه العمرة نقول هذا الشخص هل استشعر هذه الشعيرة العظيمة أم لا رأيكم شخص الآن وهو يطوف وهو يقول لبيك اللهم حجاً هذا في البداية ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا الرجل أشرك أحد معه أم لا في هذه العبادة وهو الآن يصور نفسه وهو يؤدي هذه العبادة وكأنه يخبر الناس هذا نوع من الرياء ربما يكون أيضاً من الشرك الأصغر الذي يكون أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر صحابته قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء طيب أنت كيف تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم تأتي وتتواصل مع الناس أثناء هذه العبادة وأنت قد تلبست بهذه العبادة العظيمة هل حققت العبودية الكاملة في ذلك أم لا لا أشغلت نفسك الآن الآن وأنت تطوف هل أنت تذكر الله لا أنت الآن أصبحت ترائي أنا الآن أفعل كذا وأنا أطوف الآن أصبحت تخبر الناس بهذه العبادة ثم يصور نفسه ثم وهو يقوم بالدعاء ثم يرسلها للمجموعات ويقول أنا الآن أدعو لكم كذا يجعل شخص يصوره هذا نوع أيضا من الرياء وهذا يكثر نسأل الله السلام والعافية لأن الشيطان يريد أن يفسد على العبد هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة لأنك إذا فعلت مثل هذه الأفعال فإن العبد لم يحقق الأمر المطلوب لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمة ولذلك أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى أيضا قال فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج إذن المسلم إذا أراد أن يحقق العبودية الخالصة لله ويريد أن يكون حجه خالصا لله سبحانه وتعالى وأن يكون حجا مبرورا فليتنبه إلى مثل هذه الأمور المهمة وهي قضية الإخلاص الأمر المهم أيضا فيما يتعلق بالإخلاص أن يراجع نفسه إذا كان عنده مثلا أمور شك بأنها فيها نوع من الرياء وبعض الناس يكون عنده بعض الاعتقادات وهذا للأسف أنه من تزيين الشيطان لبعض الناس كيف؟ يعني مثلا يعتقد بأيام معينة عنده نوع من الطيرة يظل أنه مثلا إذا خرج من بيته فرأى مثلا شخص أعور أو رأى مثلا سيارة مثلا أو رأى حادثا أو رأى شيئا معينا فإنه هذا اليوم يوم شؤم أو أنه يعتقد بلباس معين بعض الناس يلبس الحلقة أو يلبس خيط أو يلبس إسوارة فيعتقد بها فيظل أنه لو خرج وقد نسي هذا الثوم أو هذه السدارية أو هذه الإسورة أو الخيط الذي يعلقه أو القلادة يظل أنه سيصاب بشر فهذا نوع من الطيرة التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا نوع أيضا من الاعتقادات والشرك بعض الناس وهو في حجه مثلا تلبس بالحج لكنه تعطلت به السيارة يقول هذا شو لا ربما يكون هذا خير يعني ربما يكون تعطل السيارة هذا خير لك ولذلك كثير من المواقف من الناس يأتيهم مثل هذه المواقف ولكن لا يعلم بأنها خير ولكن يعلم بأنها خير بعد أن يرى ذلك مثلا تتعطل السيارة ثم يرى مثلا بعد ذلك أن هناك خطر فنجاه الله من ذلك الخطر فلا تكره أي شيء يحصل لك أثناء الحج ولا تعتقد بأي شيء من الأمور التي مثل التي يعتقد بها الناس مثل هذه اللباس وغيرها وأيضا الأشخاص وإلى آخره لا تعلق نفسك بها تعلق نفسك بالله دائما يكون العبد دائما معلق أمره بالله سبحانه وتعالى ولذلك العبادة عظيمة والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إلى جميع العبادات ولذلك نظرنا إلى لماذا خلق الله الخلق قال وما خلقته الإنس والجن إيش إلا ليعبدون ومعنى يعبدون ما معنى يعبدون يوحدون التوحيد يعني توحد الله لا تشرك لا تجعل له شريك سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر يعني التعلق يكون مع الله سبحانه وتعالى ولذلك الشرك الأكبر أن يعتقد لاحظوا أن هذه الأسباب يعني يعني لو نظرنا الشرك الأكبر هو أن يعبد ذلك الصنم أو يعبد ذلك الشخص أو يعتقد أن هذا الشخص له تصريف للأقدار والأمور وأنه يرزق وأنه يفعل هذا من الشرك الأكبر أما ما يتعلق بالشرك الأصغر إذا اعتقد أن هذه الأمور مثل الحلقة وغيرها وهذه الأشياء أنها سبب أنها سبب فإذا اعتقد بأنها سبب فإنه شرك أصغر لكن لو اعتقد بأن هذا الخيط أو هذه الإسورة أو هذه القلادة أنها تنفع بنفسها وأنها تدفع الضر فهذا كان من الشرك الأكبر والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل لاحظوا وانتبهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى حذر الأنبياء وحذر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك ولو وقع في الشرك لحبط جميع ما يعمل وهم أيضا الأنبياء وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت إيش لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في حال مشكل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش فجعلناه هباء منثورا يعني حجك هذا إذا لم يكن خالصا لله أو شابه شيء من الشرك فإن هذا العمل حابط لا ينفعك إذا كان التحذير للأنبياء ولنبي عليه الصلاة والسلام وهو تحذير صريح واضح بيّن من أنك لا تقع في الشرك فكيف أيضا بنا وهذا التحذير لنا أيضا أن نحقق العبادة الخالصة في هذا الحج لله تعالى أن لا يذهب تعبنا وحجنا هباء وأن لا نستفيد منه إذن الأمر الأول هو ما يتعلق بالإخلاص أو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني وهو مقصد أيضا من مقاصد العبودية لله سبحانه وتعالى أن تكون أيضا هذه النفقة حلالا وأن لا تكون النفقة من مال حرام كثير من الناس لا يتنبه إلى هذا الأمر ربما يكون أيضا قد شاب ما له شيء من المال الحرام وغير ذلك لاحظوا كفار قريش لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويبنوها مرة ثانية ماذا قالوا؟ ها من يعرف؟ لما هدمت الكعبة ثم أرادوا أن يبنوها مرة أخرى ها؟ إيش؟ أن لا يدخل فيها أي مال حرام انظروا وهم كفار أن يكون المال حلاناً فكيف بهذه الشعيرة العظيمة وهي هذه العبادة فتدخل شيئاً من المال الحرام والمال الحرام أصبح الآن متاحاً خاصة عند الكثير من الناس ومن يتعاملون ببعض المعاملات المالية ولذلك يجب أن يكون المسلم حذراً من ذلك فلا يدخل شيئاً من المال الحرام في كل ما ينفقه في هذا الحج بل إنه أيضاً وهو الأمر الثالث أن يتخلص من كل مال حرام عنده والمقصود بذلك هو التوبة وأن يتجرد من جميع الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها وأن يعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى ومن أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالناس المظالم والمظالم لا يعني أنها مظالم مالية لا أيضاً المظالم أنك ظلمت شخصاً وأيضاً أسأت لشخص فترتب على مظلمتك أيضاً ضرراً لهذا الشخص فقد وظيفته أيضاً فقد زوجته فقد أولاده حصل له أيضاً ضائقاً مالياً بسببك فهذه كلها من المظالم تكون أنت مديراً فظلمت من ولاك الله عليهم فهذه مظالم يجب أن تتحلل من أولئك الذين ظلمتهم فلا ينفع أنك لم تتب من هذه الذنوب وهذه المظالم ثم تأتي إلى هذه الشعيرة العظيمة إلى الحج وأنت متلبس بهذه المظلمة وما زلت أيضاً مصراً على هذه الأفعال فهذا خطر عظيم فلا يستهين العبد في مثل هذه المظالم يأخذ حقوق الناس، يأخذ الأموال، يسرق، يأخذ مثلاً المال العام، ويستحل المال العام، وغير ذلك ثم يأتي ويؤدي هذه الشعيرة فكيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد أيضاً لم يحقق أيضاً التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى فلذلك على المسلم أيضاً أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي التي حصلت منه ولذلك المسلم بعض الناس يقول وهذا سؤال يعني جاءني قال سائل يقول أنا أريد أن أحج فإذا حججت هل يتوب الله سبحانه وتعالى علي ويغفر لي جميع الذنوب فقلت له لماذا تنتظر الحج حتى يتوب الله عليك الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً يعني هذه آية عظيمة يجب المسلم أن يستحضر هذه الآية قل يا عبادي انظروا يخاطب العباد وقال يا عبادي وهذا أيضاً نوع من الشرف سبحان الذي أسر بعبده فجعل في هذا الموضع وفي أشرف أيضاً وهي الإسراء والمعراج خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأفضل ما يلقب به وهي العبادة سبحان الذي أسر بعبده وهنا أيضاً قال الله تعالى لعبادة قل يا عبادي أيضاً هذا تشريف لنا ولعبادة فمن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى فلينظر وأيضاً يسمع لهذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنا جميعاً قل يا عبادي الذين أسرفوا انظر قال أسرفوا يعني أسرفت يعني أنك جاوزت الحد في ماذا؟ في المعاصي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً جميع الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى بأن تكون صادقاً في توبتك لله سبحانه وتعالى بل إن الله يبدل تلك السيئات والمعاصي التي فألتها إلى حسنات لو فألت أشد المحرمات وأعظم المحرمات ولكنك أخلصت في توبتك فإن الله يبدل تلك الأعمال السيئة والمعاصي إلى حسنات ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يعني انظروا أكبر وأعظم المعاصي وأعظمها هي الشرك بالله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذكرها الله ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا انظروا يبدل الله السيئات وهو ما يتعلق بما حصل منك من الشرك ومن قتل النفس وكذلك من الزنا وقس على ذلك جميع المعاصي إذا صدقت في توبتك فإن الله يغفر لك هذه الذنوب بل إن الله يبدل السيئات بالحسنات إذا كنت صادقا انظروا كرر التوبة في هذه الآيات مرات عديدة ليؤكد على هذا الأمر وهو أن تكون هذه التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى وأن تحقق جميع ما يلزم هذه التوبة ومن ذلك ما ذكرت مما يغفر عنه الناس وهو ما يتعلق بحقوق الناس الحق الذي بينك وبين الله فإنه بيد الله فهو يغفر الظروب جميعا أما ما يتعلق بحقوق الناس فإنه مبني على المشاحة فيأتي يوم القيامة أيضا يؤخذ لاحظوا يؤخذ أيضا ويقتص للشاة التي ليس لها قرون بالشاة القرناء بأنها نطحتها فكيف بالعباد أيضا يوم القيامة عندما يقتص للعباد ويؤخذ لهم الحقوق لكن لو أن المسلم جاء إلى هذا الحج ونوى قاصدا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى بأنه سيؤدي الحقوق للناس ومن ظلمهم وبحث عنهم وبذل الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه هذه الحقوق بل إن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ولكن لا بد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى ولذلك ذلك العبد الرجل الذي جاء وقد قتل تسعة وتسعين نفسا فجاء إلى الرجل فقال هل يمن توبة؟ قال لا أجد لك توبة فقتله ثم جاء إلى رجل أيضا كان ذاك الرجل الذي جاءه عابد فجاء إلى عالم ففرق ما بين العابد وما بين العالم العابد قال له لا أجد لك توبة لأنه لا علم عنده وإن كان ممن يكثر العبادة ذا لله سبحانه وتعالى لكن جاء إلى ذلك العالم قال نعم اذهب إلى تلك الملدة فإنها فيها من الصالحين وهناك أيضا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فسار هذا الرجل فلما كان في الطريق مات مات في الطريق فتنازعت ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب أيهم يقبض روحه فقاسوا المسافة فوجدوا أنه أقرب إلى تلك البلد أي إلى البلد أو الناس الذين أرشدهم أو أرشد إليهم ذلك الرجل الصالح فدخل الجنة بإيش بنيته ومقصده وعزيمته وهذا الذي يجب على المسلم أيضا في هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة إذا تلبس عليها أن يكون صادقا مع الله في توبته صادقا مع الله لا يصلح أن تتوب جزء من التوبة ولذلك أيها الإخوة في هذا الحج يعني في كل حج أقصد الحج يحصل فيه كل ما يمكن أن يحصل للعبد من المعاصي وغيرها مما يترتب عليها ومما أيضا يذكره الشيطان بها فتتهيأ له فرص كثيرة ومع ذلك هنا تكون المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبننا فيأتي الشيطان يزين لك كثير من الأمور وإلى آخرها لكن عليك أن تتنبه إلى أولا كما ذكرنا المعاصي السابقة أيضا من أخطرها ما يتعلق بالغيبة والنميمة فكثير من الناس قد اختاب ونمى والنميمة أشد الغيبة ذكرك أخاك مما يكره والنميمة أيضا أن يذكر الناس بما ليس فيهم فينم عليهم يقول فلان كده وفلان فعل كده فنم عليه وترتب عليه أيضا مفسد عليه هذه يجب أن تتنبه لها لأن الكثير من الناس يغفر عنها لأنهم يتساهلون فيها يرون أن الغيبة سهلة يرون أن أيضا الظلم بالكلام وغيره وإلى آخره أن هذا أمر سهل لذلك إذا الآن تلبست بعد الغد يوم التروية لبست الإحرام تأكد وراجع نفسك بأنك قد حققت هذا الأمر وهو التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى فتدخل هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة وأنت قد تخلصت من جميع الدنوب فلا تحتاج أيضا أنك تنتظر إلى أن تنتهي من الحج فيغفر لك جميع الدنوب أيضا هذا خير إلى خير يعني لا يعني ذلك أنك تنتظر بعض الناس ينتظر أو في خلال السنة يقول متى يأتي الحج حتى أرجع من دنوبك يوم ولدتني أمي لا التوبة بابها مفتوح في الليل والنهار في كل وقت وكما ذكرنا لكم أنك لا تنتظر بعض المواسم حتى تتوب إلى الله سبحانه بل بادر بالتوبة هذا أمر الأمر الثاني أو الثالث الآن أو الرابع هو ما يتعلق أيضا بالصحبة الصالحة التي تعينك على هذا الحج وأنتظر العبادة أيضا بيسر وسهولة وأيضا موافقة أيضا للسنة فيذكرك بما تحتاج أيضا فيها الرفق وفيها أيضا السكينة ابتعد أن أولئك الذين يشغلونك كما ذكرنا أيضا بالغيبة والنميمة بعض الناس دايدا والغيبة والنميمة ليل نهار يسب فلان ويتكلم في فلان ما عنده إلا هذا الكلام ولا يذكرك بالله مجالسه كلها قال فلان فعلى فلان يتكلم بأمور أيضا يشغله بشيء لا علاقة له به أبدا يشغله بالسياسة فعلى كذا ويذهب كذا فيضيع وقته بل عليك أيضا في هذه الأوقات وهذه الأيام بقي لنا اليوم والغد فالمسلم يهيئ نفسه لهذه العبادة بماذا؟ بالإيمانيات يقرأ القرآن يكثر من قراءة القرآن يكثر من النوافل يكثر من الصلاة كذلك يكثر من الدعاء بأن يجعل حجه حجا مبرورا صح ولا لا لأن المسلم إذا لم يهيئ نفسه إلى هذه العبادة بأن يدخلها بقلب سليم براحة بطمأنينة يبعد عنه الشواغل الشواغل الدنيا هذه اجعلها خلفك لا تشغل نفسك بأي أمور من أمور الدنيا هي ليست شغلك أنت الآن مقدم على عبادة عظيمة فاجعل شغلك أن تخطط لهذه العبادة العظيمة رتم نفسك ابدأ هيئ نفسك الناس أهل الدنيا أهل الدنيا إذا جاءوا إلى أمر من أمور الدنيا قاموا يخططون أليس ذلك؟ من أراد أن يبني بيت هل يبني البيت عشوائي ولا كيف؟ يذهب إلى مهندس ويخطط وأيضا يشاور الناس ويبحث ما هو الأفضل له لبيت إيش؟ لبيت الدنيا فكيف ممن يرتب وضعه للآخرة؟ فإن عليها أيضا إذا جاءت هذه العبادات أن ترتب وضعك ماذا ستفعل أو ما هو البرنامج الذي ستضعه لك بحي تحقق وتستغل كل لحظة من اللحظات في هذه العبادة العظيمة تنبه من الصحبة يأتيك شخص تعرف أن هذا يشغلك ابعده دور واحد ثاني هذا الشخص لا تجامله كل شوي جايك شفته فلان شفته الحملة بعض الناس يشغله به بالحملات مثلا يعني هذا وهذا أكثر شيء حصل خطأ في الحملة أفسد حجه بماذا؟ بالكلام حسبي الله على صاحب الحملة ما جاب لنا الأكل تأخر بالأكل تأخر الباصات فعلوا كذا سووا كذا انظر ماذا يفعل ناظر جايب من أقرباءه ناظر يعني حدت ولا حرج أنت أشغلت نفسك بما لا تحتاج إليه بل أنت أشغل نفسك كل ما جاءتك أو نزلت عليك نازلة أو مشكلة أو مصيبة أولا عليك بالرضا التسليم أن هذا قد كتبه الله عليك تأخير أكل تأخر أكل كذا ربما هو خير لك ما تدري أولا اجعل هذا هو الرضا هو الأساس دائما في كل أمر خاصة إذا تلبست بالحج انتبه أن يشغلك الشيطان بهذه الأمور لأن الشيطان يشغلك لأنه لذا تأخر أو حصلت أي مشكلة جعلت يوم وكل إيرك إذا جاءت تنام قعد تتفكر حسبي الله عليك ثم أيضا الشيطان يجرك إلى أن تتكلم حتى على أصحاب الحملة ثم هم يتكلمون عليك ثم يحصل أيضا المشادة أحيانا باليد ثم كذا ثم يكون كل يعني أوقات هذا الحج عندك فقط تفكر كيف تنتقب كيف تتكلم إذا جاءت تنام تقول والله هذا فعل بس تفكر ما تفكر بالعبادة نسيت العبادة كلها صح أو لا هذا يحصل عند كثير من الناس تلقى طول الحج من دخل في العباد لين دخل وهو فقط يتكلم في وسائل الراحة وسائل كذا تأخر فلان فعل فلان انظر هذا واشي يسوي انظرك يتكلم في الناس فقط يعني نسي أنه قد تلبس بالحج وأنه يقول إيش إيش يقول لبيك اللهم لبيك يعني أنت الآن لبيت أنت خاص الآن وجهت وجهك وهذه العبادة لله سبحانه وتعالى عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى خالصة لله سبحانه وتعالى فهذا من إشغال الشيطان العبد عن هذه العبادة العظيمة وهي عبادة فاجعل لك الصحبة التي تذكرك تنبهك تعلمك تذكرك بالأخطاء وغيرها أيضا إذا أردت أن تدخل هذا النسك عليك وتريد أن تحقق أيضا الحج المبرور عليك أن تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة بعض الناس يتعلم هذا النسك سواء حج التمتع أو حج الإفراد أو حج القارن ويتعلم هذا النسك ثم ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل ولكن البعض وهذا تنبيه تنبيه مهم أنا أتمنى أنه الآن سارح أو يفكر بشيء آخر ينتبه معي كلكم هذا موضوع مهم أنا سأتكلم عن موضوع مهم يتعلق بهذا النسك لأن هذا أكثر شغل الشاغ للناس وهو ما يتعلق بيوم النحر لكن هذه ملحظ مهم النبي عليه الصلاة والسلام فعل أفعال في الحج وقد فعلها على ما هو أيسر له على ما هو أيسر له ثم جاءه أناس يوم النحر فقالوا يا رسول الله لن شاف الرسول ورأوا النبي عليه الصلاة رمى جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم حلق ثم تحلل ثم جاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة إذن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أفعال لم يفعلوها فهل هؤلاء خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام أم لا النبي وضح لهم جاءوا فلما علموا أن النبي فعل هذا قالوا يا رسول الله يعني جاء الرجل قال طفت قبل أن أرمي جمرة العقبة أو حلقت قبل أن أرمي جمرة أو كذا يعني قدم وأخر فقال والسلام لكل من جاءه افعل ولا حرج فكانت هذه سنة قولية فكان على المسلم لو قدم أو أخر ما يتيسر أو ما تيسر له كانت هذه من السنة القولية وهذه سنة فعلية فالسنة القولية مقدمة على السنة الفعلية لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أفعالا ربما تشق على الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا واصل الصيام هذه فعلية هل يزد كذلك؟ هل أمر الناس بأن يواصلوا بالصيام الأيام الثلاث أو أكثر؟ لا إذن هذه سنة فعلية فليس كل السنة الفعلية هي مأمور بها ولكنه يقدم عليها أيضا السنة القولية فلذلك المسلم إذا جاء يوم النحر ينظر إلى ما هو أيسر عليه ولا يشق على نفسهم ولا على الحملة بعض الناس يكون في حملة ثم يقول لأهل الحملة لا سوف نذهب أول إلى الجمبلات الحملة مثلا قررت أن تأتي للطواف فيقول لا ثم يشق الحملة هذه ثم يحصل فيها نوع من الشقاق والمشاكل بسبب أنه يظن أنه إذا فعل هذه الأفعال أنه طبق السنة جميعها سنة وهذا بإيش بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو كان ذلك لقال لهم الأفضل أن تفعلوا كذا وكذا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم جميعا فكانت كل هذه الأفعال من السنة ولا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لصحابته ذلك وهو يرضى لهم الأقل بل إنهم أقرهم لأن ما فعلوه هو الأيسر لهم وهو ما أيضا تريده أيضا وتتطلع إليه الشريعة فهو ما يتعلق باليسر والتسهيل ولذلك النبي قال يسروا ولا تعسروا فالتيسير ليس المقصود به أن يتجاوز الأحكام الشرعية ولكن ما جاء متاحا فيما يتعلق بما أيضا أباحا وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولصحابته فيما يتعلق بهذه العبادات وغيرها ولذلك القاعدة الشرعية المشقة تجربة التيسير يعني كل مشقة إذا كان في العبادة مشقة جاء التيسير فإذا مثلا سافرت جاءت مشقة تسفر فجاء التيسير بأن تقسر الصلاة وأيضا الجامع والمشقة إذا وجدها المسلم حتى ولو كان في الحضر وهو حاضرا في بلده فشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها مثل المريض فإنه يجوز له أن يجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالمشقة تجربة وكذلك أفعل الحج فإذا شق عليه فعل ما هو أيسر عليه وهذه هي السنة ولذلك في السفر المشقة جاءت أيضا صارت سنة لكن لو أن شخصا أتم الصلاة جاز ذلك لكنه خلاف السنة إيش؟ القولية والفعلية واضح؟ فهنا ينبى هذا الشخص بأن هذا خلاف السنة أما فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال في يوم النحر ما قدمه أخر فإن هذا يختلف إذن ذكرنا أيضا اتباع أو معرفة هج النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ولذلك على المسلم أن يفعل أفعال الحج ويعرف ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج وما هي السنن وما هي السنن الذي يتركها ويتركها فتكون سنة مثل الآن مثلا تقبيل الحجر أو تقبيل مثلا أو المسح على الركن أو غيرها أو مثلا السنة خلف المقام أو غيرها من السنن فإذا تركتها لوجود هذه المشقة أو أن التعليمات قد دكرت من أجل مصلحة الطائف أو مصلحة الحاج فإنك إذا التزمت فإنك تؤجر على ذلك فتصلي مثلا سنة الطواف في أي مكان يتيسر في ذلك المقصود أن هذه العبادة يجب أن تتلبس بها بالإخلاص وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله ولذلك المتابعة لما ذكرت المتابعة ذكرت لكم هذا الملحظ أن من المتابعة ما جاء أيضا مما يتعلق بالسنة القولية بما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا أيضا يكون من المتابعة أيضا إذا تلبس بهذه الشعيرة العظيمة ودخل بها فعليه أيضا أن يحقق الحج المبرور والحج المبرور إذا أراده المسلم يستشعر أولا أنه دخل وتلبس بهذه العبادة فإذا تلبس بها عرف الأجور العظيمة التي يتحصل عليها المسلم في هذه العبادة ونذكر شيئا من ذلك ولعلنا نذكر الآن ما يحتاجه المسلم لنذكر الآن من كان قارنا وتلبس بالحج أو كان مفردا وتلبس فإنه يبقى على إحرامه حتى يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة أو يرميها ثم يحلق فيتحلل التحلل الأول أو يطوف إلى أيضا ما سنبينه المقصود أن من الآن كان متمتعا بالحج وربما الجميع الآن قد تمتع وأرى الجميع قد لبسوا الثياب فمعنى ذلك أنهم تمتعوا بالحج في اليوم الثامن من السنة أنه يلبي بالحج في ضحاها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسر له ذلك وإن تيسر له أن يكون في ميناء فهذا أيضا من السنة ولكن لو شق عليه أو أن الحملة قالت لا نذهب إلى عرفة مباشرة مباشرة فلا حرج في ذلك يعني لو قالت الحملة نحن سنذهب في اليوم الثامن إلى عرفة ولن نذهب إلى نقول لا حرج يذهب إلى عرفة يفعل ما هو أيسر ولا حرج في ذلك ولكن لو تيسر له ولم يكن هناك ما شق عليه أن يكون في ميناء يوم التروية اليوم الثامن فيلبي بالحج ويصلي الظهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها والظهر والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء كذلك في وقتها ثم أيضا يصلي الفجر ولا يوجد أي يعني عبادة متعلقة بشعيرة الحج إلا أنه يجلس في ميناء ويذكر الله ويلبي فيكثر من التلبية لذلك أفضل ما يفعله الحاج كثرة التلبية ولذلك ابن القيم وكذلك أيضا النووي عندما ذكروا في كتبهم بيّنوا فوائد التلبية وما فيها من المعاني العظيمة فذكر أيضا من القيم ما أكثر من سبعين فائدة وذكر أيضا النووي أكثر من مئة فائدة في التلبية وما يتعلق بالتلبية وما فيها من الفوائد ومن ذلك وما ذكروا من فوائد التلبية وكثرة تكرار التلبية أن الله سبحانه وتعالى يُيسِّر لك هذا الحج فبقدر ما تُلبي يأتي التيسير يعني بقدر ما تُكثر من التلبية يأتي التيسير لكن هذه للأسف من إيش من العبادات التي أصبحت مهجورة يعني هل فعلا يعني أنا أسألكم الآن يعني الآن لما نذهب وكذا ومع المشقة والتعابل قليل نسمع التلبية ليس كذلك بل إننا أصبحنا إذا سمعنا شخص يلبي إيش أحيانا نستغرب يقوله وراء رافع صوتهم يعني حتى أصبحت حتى السنن وهذه العبادة العظيمة أصبح إيش الناس يستغربها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكره في هذه الأيام المباركة كما من أيام العمل الصالح فيها أحبي الله من هذه الأيام ماذا قال قال أكثر فيهن إيش من التهليل والتكبير والتحميد يعني أفضل عبادة تقوم بها أفضل من قيام الليل وأفضل من الصيام وأفضل هو التكبير والتهليل والتحميد يعني هذا أفضل شيء تفعله في مثل هذه الأيام وأفضل ما يفعله الحاج إذا تلبس بالحج أو بالعمرة ما هو التلبية والتلبية بالنسبة للمعتمر أن يلبي حتى يرى البيت فإذا رأى البيت إيش انقطعت التلبية وكذلك الحاج يلبي حتى يرمي إيش جمرة العقبة فإذا رأى جمرة العقبة ينتهي إيش ينتهي أو تنتهي التلبية ثم يبدأ أيضا التكبير وهو التكبير المطلق وهو في جميع الأيام لكن يبدأ إيش في ظهر ذلك اليوم يوم النحر التكبير إيش المقيد التكبير المقيد والتكبير المقيد يكون بعد الصنوات يعني إذا صلى الظهر يوم النحر يرفع صوته بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيلبي ويرفع صوته بأدبر أي الصلوات المكتوبة وقد كان أيضاً ابن عمر وكذلك أبو هرير رضي الله عنهما كان يكبران أيام التشريق ويكبر الناس بتكبيرهما كان أيضاً عمر رضي الله عنه كان يكبر منها فترتج منها منها على كبرها وما فيها من الجبال كان يكبر فترتج منها منها فترتج منها بتكبيره رضي الله عنه فيكبر الناس بتكبير عمر رضي الله عنه إذن هذه شعيرة يجب أن تكون ظاهرة ولذلك المسلم أفضل ما يفعله وقد تلبس بالحج ما هو؟ ها؟ توقعين لكم أنا ها؟ ليش؟ قال واحد تكبير والثاني قال ليش؟ اختلفته وصارت في خلافة العالم ها؟ التلبية التلبية إذا تلبست فأفضل ما تفعله التلبية واضح؟ ولكن إذا أيام التشريق هي التكبير المطلق لكن كما قلت لكم كما ذكروا أيضاً أهل العلم وقالوا أن من اشتغل بالتلبية تيسر له حجه التيسير هنا كيف؟ ليس فقط أنك لا تجد مشقة لا لا أيضاً في أن الله يسر لك هذا الحج فيجنبك جميع ما يتعلق بمحظورات الإحرام ما فيه أيضاً الغيبة والنميمة ما فيه المعاصي يسر لك أمرك يسر لك العبادة تتلذد بالعبادة تشعر أيضاً بهذه العبادة في الدعاء عندما تدعو تستشعر بعض الناس يدعو كذا كذا ولا يستشعر قعد يفكر بفلان وفلانة بزوجته وبأهله وبأقرباء والله علي دين عليك كذا هذا قد أشغل نفسه ولذلك العبادة يجب عندما تتلبس بها وخاصة في الدعاء أن تكون حاضر القلب لا يكفي أن تدعو بلسانك ولذلك جاء في العديد أن الله لا يتقبل من قلب غافل لاهب يعني غافل لاهب يعني يدعو بلسانه بعض الناس يحفظ الأدعية ومثل أدعية الصباح والمساء وغيرها بعض الناس يقرأها يبدأ بها ولا يشعر لو قد انتهى منها ولم يستحضر شيئاً منها هل هذه تفيده ألا لا يفيده ألا لا يفيده قال بعضهم يفيد وبعضهم ما يفيد أيضاً الخلاف الخلاف دائماً موجود لكن نحن نبين لكم أولاً هذه مثلاً الأذكار التي هي أذكار الصباح والمساء وأيضاً يحتاجها المسلم أيضاً في حجه وفي أوقاته وفي جيمة ووقاته هذه الأذكار إذا قالها بلسانه ولم يستحضر في قلبه فإنها بإذن الله تنفعه فيما يتحقق من المقاصد الخاصة بها ولذلك مثلاً وهو حديث عظيم حديث البراء بن عازل وهو حديث عظيم ولذلك أنا أذكركم بهذا الحديث وتحتاجوا من هذه الليلة أن تبدأ به وهو توجيه النبوي وهو أيضاً مفيد لكم إن شاء الله في هذا الحج لأن فيهم من التيسير للعبد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للبراء بن عازل رضي الله عنه قال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة هذا أول شيء وضوءك للصلاة يعني الوضوء للصلاة ما هو يكون أن المسلم إذا توضأ يحسن الوضوء ليس كذلك هذا أول أمر ثم قال اضطجع على جنبك الأيمن ثم قل اللهم أني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجه إليك ثم يقول هذا الدعاء ثم لما ذكر الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الشاهد من هذا الحديث قال له فإذا مت مت على الفطرة أي على الإسلام وإذا أصبحت أصبت خيرا ما يعني أصبت خيرا قال أهل العلم أنه يجعل له البركة في يومه فيسر الله له من الأمور والعبادات والأعمال ما فيه الخير العظيم يعني لهذا العبد الذي ذكر هذا الدعاء قبل أن ينام لكن نحن دائما نذكر بهذه الأحاديث وخاصة هذا الحديث احفظوا هذا الذكر ابحثوا عنه احفظوه ابدأوا به من هذه الليلة وأيضا هذه وصية النبي عليه الصلاة والوصية دائما هي فيها خير للعباد اشتركوا في القناة